قبل من تعمقوا في الميزان فورم ديال ناس في الورد 2013 سنرى مقدمة سريعة على الخطوط أو ما يسمى بلي بوليس بالفرنسية اختيار لبوليس اللي سنقدموا بها النس جد مهم فما يمكنش لنستعمال نفس لبوليس لأنواع مختلفة من المستندات إذن لإطارة انتباه القراءة ديال ناس ديالكم القراءة محتوى النس والاستوعاب الفكرة اللي كتحاولوا توصلها كنحاولوا التركيز ما أمكان على اختيار لبوليس الملائمة نواية ناس ديالنا خلال ها التدريب وباش نتعرفوا على لبوليس غنخدموا بالمستند بوليس اللي غتلقاهوا في شابيط خطوة من اللي كتكتبوا أي ناس فانتو ما كتكتبوا في إن بوليس دوكا عكتر هنا عدنا الحرف تي مكتوب بتماني خطوط مختلفة فهنا الحرف تي هو نفسه لكن في كل مثال عدنا بشكل مغاير اللي خاسكم تعرفوا إن بوليس هي مجرد مجموعة من الرموز أي تمتيل البصري الأحرف عندها مدهر متماسك ومتناصق في ما بينها باش نكتشفوا جميع البوليس اللي عندنا في الحاسوب ديالنا يكفي نمشيوا البانوة كونفيجوراشن أبارنس ومن بعد كنضغط على البوليس كالدهر اللي قائمة من البوليس اللي عندي أنستالي في الحاسوب ديالي بالضغط على سبيل المثال على 18th century كنشوفوا طريقة عرض الأحرف باستعمال هاد لبوليس نخليكم تكتشفوا باقي لبوليس ومن يتنتهيو نغلقوا هاد النافضة ونرجعوا للورد من اللي كتلاحظوا جيدا لبوليس كتميزوا باللي معدمها كينقسم جوج مجموعات الأولى كنسميوها بصيريف وتانية صان سيريف الاختيار ما بين هاد المجموعتين كيعتمد على تبيعة النس واكيد كيتوقف على القراء ديال النس ديالكم هي بوليس اللي عندنا فيها الأحرف كتحتوي على امتدادات صغيرة في نهاية الأحرف هاد الامتدادات كينشؤولنا بحال خط غير مرئي واللي كيربط ما بين الأحرف شيء اللي كيوجه عيل القارئ بشكل سالس في القراءة من ليسر ليمن عيوض نستعملوا الأصبوع ديالنا بحال طريقة اللي تعلمنا بها في صغر المتخصصين جاتهم الفكرة أنهم ينشؤوا هاد الامتدادات لمساعدة القراءة إذن القراءة جيدة وبسهولة والمساعدة القارئ اللي تتبع أسطر القراءة اللي عندي في النص ديالي غانستعملوا إنبوليس من هاد المجموعة للنص فين عندنا مجموعة ديالعبارات إذن هادا مثال إنبوليس سانسيريف واللي هو مثال معروف تايمينيو رومان كذلك عدنا مينيون بخو و بودوني جميع هاد الخطوط عندهم امتدادات في نهاية الأحرف اللي كتشكلهم مثال بحال هنا في الحرف ت ام وهنا في الحرف اغ والحرف ب كذلك من جهة أخرى عدنا لبوليس السانسيريف واللي فيهم الأحرف عادي يبدون امتدادات مع مظهر واضح ودقيق إذن عندهم مظهر مختلف تماما مثال لابوليس أغيال كذلك دين وأيضا فتور جميع هاد الكتابات هي في مجموعة لبوليس السانسيريف إذن بالنسبة للعناوين سواء الرئيسية أو الفرعية أو الصغيرة بما أن هاد العناوين خاصة تكون واضحة وكبيرة فأحسن اختيار الكتابة اللي غنستعمله هو اختيار هاد الخطوط لسانسيريف كملاحظة لبوليس موجودة بعدد كبير نستفدوم جميع الخصائص اللي محتاجينها باش نتعاملوا مع النص دينا إذن كنجين مجموعة بوليس وكنضغط على هاد السهم هنا كنشوفوا جميع اللي بوليس اللي هما تحت التصرف ديالي عدنا هنا اللي بوليس دوتام ولي غن تعرفوا عليها في شابية ختم عدنا اللي بوليس اللي استعملنا مؤخرا وآخيرا جميع اللي بوليس اللي محتاجين ومتوفرين لدنا مرتبين ونغض غالفا بيتك إلا قمت باختيار هاد النص ورجعت للقائمة ديالي بوليس كتلاحظوا باللي من اللي كانت تاقل بلا سوغي ديالي من بوليس الآخر مباشرة النص ديالي كيتحول لبوليس اللي هنا فيها باش مان ضيعوش الوقت وحنا كان بحطو على بوليس معينة مثال فيمكن لنا هنا نكتبو الأحرف الأولى لهاد لبوليس تي اغ انطلاقا من هنا كان بحطو في هاد القائمة حتى نلقوها أولا كان نكتبو الاسم بالكامل هنا في المكان المخصص كان ضغط في أي مكان في النص لإغلاق هاد النافذة من بعد ما قمنا بضبط لبوليس فاشنو رأيكم انتقلوا لضبط لاتاي ديالنس ديالنا إذن هنا عدنا لاتاي مباشرة بقرب من بوليس لاتاي دو بوليس المستعملة غالبا في النصوص هي ما بين 10 حتى 13 البوان عموما يمكننا انتقلوا ما بين لاتاي من 10 حتى 13 بتناسب مع عمر القارئ 13 كنستعملوها الكبار سن بالتالي هنا كانت تقلوا ما بين لاتاي بواسطة لسوغي ديالنا مباشرة النص اللي اختارينا كيتحول هاد لاتاي اللي حاطن عليها لسوغي إذن فهذا القائمة عدنا قيم محددة 16 14 12 ولكن لا مانع في حالة حنا كنا محتاجي لشيطاي معينة واللي ما عدناش في القائمة مثال لاتاي 13 إذن كنمشي هنا وكنكتب 13 ومباشرة كنحصل على لاتاي 13 بالنسبة للنص ديالي أما بالنسبة لهاد الزرين اللي عندنا هنا فكيعاونونا في زيادة أو نقصان لاتاي ديالنص ديالنا إذن لا ضغط هنا كنكبر لاتاي لاربعتاش 16 18 الى آخره ويمكن لي ننقص لاتاي ديالنص بالضغط هنا نردها مثلا لاتناش إذن نشفنا بلي ممكن نتحكبه وندبطو لابوليس و لاتاي انتلاقا من الغيبان لكن يمكن لنا كذلك نقوم بهاد الخطوة بالضغط على هاد السهم اللي عندنا هنا لتحت على اليمان وللغاك وغسي كلا في ديالو هو كنترول دي بالتالي كتفتح لنا هاد النافضة كذلك كل مرة كنقوم باختيار مقتطف من النص هاد النافضة الصغيرة اللي كتحل كتساعد نفتحكم في مجموعة ديالخصائص بلا ما نحتاجو كل مرة نطلعو الغيبان والآن لإظهار خصائص كلمة بتفاصيل أو خصائص جملة أو فقرة من النص يكفي نختاروه ونضغطو على ماجسكول F1 في لوحة المفاتيح ديالنا نختارو هنا الكلمة مينيون ونضغط على ماجسكول F1 هاد العملية كتقديل دهور ديالو فولي غفالي لاميزان فرم على اليمان هنا المعلومات اللي كتدهر في هاد الفولي كتخص النص اللي اختارينا كتلاحظو بالنص ديالنا عندنا مكتوب أو مينيون أو بلاتاي ديالستاش أو لانيونيومان ديالو هو المركز أو بدون مارش في حالات كنت بغين غير خاصية من هاد الخصائص مثال بغيت نبدل لابوليس يكفي نضغط عليها ونختار مثلا لاتاي ربعتاش ونضغط على اوكي بالضغط على هاد الخانة يمكن لنا نقابل ما بين نص ديالنا ونص آخر إذن لاختاريت فتورة كي بلي الفرق ديال لا ميزان فرم ما بين مينيون وفتورة ولي بالنسبة ليه كي تجسد فلا بوليس ولا تاي إذن من يتنتهي ويمكن لنا بكل بساطة نغلق هاد النافضة بالضغط على الفرمي